في السنوات المقبلة، توقع المراقبون أن يلعب خام الحديد دوراً حاسماً في إنتاج وتوزيع الطاقة ويستخدم خام الحديد على نطاق واسع في الزراعة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك في البنية التحتية للطاقة الكهرومائية فضلاً عن إنتاج المحولات والمولدات والمحركات الكهربائية إلى جانب السفن والشاحنات والقطارات وفي عام 2021 شكل خام الحديد ما يقرب من 93% من المعادن المستخرجة من باطن الأرض وتعد دستراليا أكبر منتجي الحديد في العالم حيث أنتجت 900 مليون طن العام الماضي ما يشكل 35% من خام الحديد المستخرج وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية بإنتاج وصل إلى 380 مليون طن وتستحوذ دستراليا والبرازيل على ثلثي صادرات خام الحديد في العالم أما الصين فعلى الرغم من كونها ثالث أكبر منتج للحديد ب360 مليون طن فلا تزال الصين تستورد نحو 80% من خام الحديد الذي تستخدم سنوياً حيث تعد أكبر مستهلك لخام الحديد في العالم بواردات بلغت ملياراً ومليون طن العام الماضي وتحتل الهند المرتبة الرابعة بإنتاج يبلغ 240 مليون طن في حين تأتي الروسيا في المرتبة الخامسة بـ 100 مليون طن من خام الحديد سنوياً